بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عرض basic machine practice وبنجد نحن مرينا على الحاجات المهمة اللي لازم تعرفها وهي machining operations processing cutting condition نتكلم على work holding setup لابد ان انت عارف طبعا فيه الجج والفكتشور تستطيع ان انت من خلالهم تضمن ان انت عامل fixation للعينة او للwork piece اللي انت هتشتغل عليه فانا بيقول لي work holding setup you must be able to design safe work holding setup هذه الشباب اللي انا عايزين نوصلوا هنا اني انا لازم ادرس كل العناصر اللي تتعلق بالماشين عشان اقدر اعمل safe work واقدر اطلع الproduct في احسن صورة اخر حاجة نتكلم فيها في basic machining practice يقول لي blueprint reading dimension اتسترا ويقول فيها you must understand you must understand all aspects of basic machining practice in order to write safe workable workable CNC program دي اخر حاجة بنتكلم عليها في basic machining practice بيقول لك ان انت هنا لابد ان يكون عندك الفهم الكامل لكل العمليات اللي بتاعت المachining practice عشان تقدر بتبدأ من ايه؟ من اول حاجة اللي هي من dimensions يعني انا يمكن من اول ما باتأت معاكو هذا الكورس وانا بأؤكد على ان اهم شيء هو فهمك لـ drones الرسومات اللي هي بتاعت الproduct بتاعك هي الاساس الذي ومكنك من ان انت تعمل ال cutting conditions تعمل processing وتعمل cutting conditions وتعمل work holding وتعمل كل الامور دي تتعلق ببداية فهمك للرسم فهمت الرسم ها عرف اعمل ترتيب العمليات اللي انا هنشتغل فيها ها عرف اعمل النوع المتيريال ها عرف اعمل surface finish هواقق هيوضح لي surface finish كل الجومتري اللي هقدر اطلاها من الرسومات هي اللي بطبقها في الشغل بتاع شكرا نراكم ان شاء الله في مقاطع اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته